وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد الحضور الكريم الطلاب الأفاضل أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله هذا المنتدى اليوم بعنوان التحالف الثلاث وطبعاً كثير من الناس بيستغربوا العنوان المقصود شنو بالتحالف الثلاث المقصود يا أخوانا بالتحالف الثلاث تحالف الصوفية والكيزان اللي هم الأخوان المسلمين وجماعة أنصار السنة المحمدية الثلاثة ديال اليومين ديال عاملين تحالف قوي جداً وترابط قوي ليش نعملين التحالف ده عشان يصلوا من خلال هذا التحالف إلى كرسي السلطة دي المعلومة الأولى اللابد الناس يعرفوها يعني الموضوع ما موضوع دين الثلاثة ديال اجتمعوا دائرين يرجعوا الكيزان للحكم تاني والكيزان يا كافي البلاء الثلاثين سنة دي ما كفتهم ثلاثين سنة دمروا البلد وأول حاجة دمروها الدين كما سيأتي طيب نحن مشكلتنا معهم شنو التحالف السلاسدة الصوفية والأخوان المسلمين وجماعة أنصار السنة المحمدية موضوعنا معهم شنو هل نحن دائرين ننافسهم على الكرسي اللي هم جاري اللعو دا لا نحن مشكلتنا مع التلاثة ديال إنو التلاثة ديال بيدعوا إنهم على الدين الصحيح ولا ما كده عشان تخش معاي الجو يا طالي ونحن كلامنا واضح وزي ما بقولوا الواضح ما فاضح في النهاية نحن ما إننا شغل مع زول جايلنا ديك الحق بالدليل من الكتاب والسنة نوريك الطريق المستقيم أي زول على باطل بننجم لك تمام عشان كده أي واحد صوفي نحن منسي بنقول لك سخن في خط الراية من الآن وأي قوز أخو مسلم عامل فيها نفسه شفت بنقول لك تعال وراه طوالي وأي واحد مستهبل من جماعة الأخوان المسلمين عامل فيها نفسه دا يلعب على الناس بالستارة السلفي تعالينا هنا دي ونحن عارفينكم وقاعدين شغالين تحاكوا في الزين وفي نورين دا المعصوفية يا ولدنا دا شنو دا انت دا ارتحار بالحق دا عليك وعملين اليومين دا نظام عندهم عضلات بيبرزوا في عضلاتهم تلقاهم شغالين ينبزوا في أخواننا السلفيين ونحن ات ما عندك حاجة وشيوخك الكبار عندهم حاجة عشان تجي تعمل فيها نفسك عندك حاجة فمشكلتنا مع تأيوة عندك تعالينا بعد شوية الركن دا الليلة الركن دا الليلة فاتح للحوار والنغاش خلينا نمرس ليك الجماعة دي تمام نجيه لك بالحجة والبرهان بعدين ات الدار تتافي عنه كله تعال هنا دي دائر تدافع عن التصوف دائر تدافع عن التصوف تعال دائر تدافع عن الأخوار المسلمين تعال دائر تدافع عن انصار السنة تعال دائر تدافع عن العلمانية تعال � Од절 ما ما أقول عندنا دس دس نحن شغالنا ده نجيه دي هادي الكتب اي كتاب بنطلع لها كتاب تجيه طيب نحن مشكلتنا مع التلات دي أخواننا باختصار شديد إنهم بيدعوا إنهم على الإسلام الصحيح تمام؟ بيقولوا نحن على الطريق المستقيم والثلاثة ديل وأنا حمسكوا لك واحد واحد غشوا الشعب السوداني باسم الدين تاجروا بقضية الدين الإسلامي ونحن من خلال المنبر دا حنبين لك إن الثلاثة طوائف ديل ما عندهم علاقة بالدين الإسلام الصحيح الذي جاء به رسولنا عليه الصلاة والسلام وإنك مسلم مأمور إنك تتبع الحق ربنا تبارك وتعالى قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ربنا أمرك إنك كمسلم تتبع الطريق المستقيم وفي طرق تانية ملولوة تيش أن تخش معاي في البرنامج لابد تفهم معلومة مهمة جدا إن الطرق دي ما كلها على حق بل الطرق دي أغلب على باطل والجماعة دي أغلب على باطل الدليل شنو الدليل الآية دي زادة ربنا تبارك وتعالى قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل جمحين أو لا ما جمح لأنها كثيرة فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون قال ابن مسعود رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية خط رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض خطا مستقيما خط خط مستقيم في الأرض وعلى جانبي الخط خطوط معوجة خطوط ملولوة أصلا هل البدع ديل بتاع اللولة وبتاع اللفه دوران لكن هل الحق بجوق عديل أذي لولوة النبي عليه الصلاة والسلام خط خط مستقيم قال هذا صراط الله ده طريق الله والملولو دي قال هذه السبل على كل رأس طريق شيطان يدعو له عشان كده لما انتجي تعايل للطرق دي تلقى الجماعة السمانية يقول لك نحن أورادنا دي الدانة ليه شيخنا أحمد طيب البشير صحة لا ما صح ده الرسول ده الرسول التجانية يقول لك شيخنا أحمد التجاني ده الرسول عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال على كل رأس طريق شيطان يدعو له والنبي عليه الصلاة والسلام قال ستفترق أمتي عشان انت ما تستغرب ده رقنا تخوش معايا الجو عشان تفهم الحاصل النبي عليه الصلاة والسلام قال ستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقا التفرغ يا أخواننا الليلة حاصل ولا ما حاصل حاصل صح ولا ما صح النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا حاصل ولا ما حاصل حاصل لكن الحل شنو الحل النبي عليه الصلاة والسلام قال كلها في النار إلا واحدة الصحابة لما سألوا من الواحدة قال يا تا قال الجماعة الفلانية ولا الحزب الفلاني لا 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 قال ما كان مثل ما أنا عليه وأصحاب اليوم يعني يا طالب دار تتبع الطريق المستقيم عليك بالكتاب والسنة بفهم السلف جيب الدليل تقول له دليلك شنو طيب أولا دائرنا حاكم الصوفية ديل من هجم الدائرين يحكم السودان قبل فترة يا أخواننا بسيطة ما كثيرة الصوفية عمل مبادرة صح ألا ما صح شان نرجع شوية شان تعرف الحاصل شنو عمل مبادرة قالوا دائرين يحلوا مشكلة السودان برئاسة الطيب الجد الكتاب دا تبعون سراج السالكين دا بتاعون بتاعنا أسود بدر والطيب جد من الناس الأشرف على طباعة هذا الكتاب بقيادة الكيزان حاجيك له فعملوا مبادرة قالوا داريني يحلوا مشكلة السودان تمام الأيد المبادرة ضمنه أول حاجة القاموا بيها الصوفية بتعاون مع جماعة الأخوان المسلمين الكيزان عشان كده جل جزولي داك في فترة من الفترات كان عامل فيه نفسه داعش ودي طبعا وهمة بتاعت كيزان كيزان دائرين استلموا الشغلة بيها دي زلقوا الجزولي قالوا لا أعمل فيه نفسك داعش لا مشا مات ولا تفجر عشان نرتح منه دعموا البرنامج بتاع الطيبة جد الأيد البرنامج دامنه أنصار السنة صح ولا ما صح أيدوا المبادرة بتاعت التصوف دا يا أخواننا الثلاثي دا التلاتة المكارين الدارين يلعبوا بالشعب السوداني ونحن بإذن الله بنشف ريكم خليكم عارفين الكلام دا ما عندنا أي حاجة الحمد لله رب العالمين نحن شغالين لالله ما عندنا شغل مع زل لا عندنا حزب لا عندنا جماعة ولا داري لانا كرسي بتاع حكم ولا سلطة ما فاضين ذاته اتقال عندنا زمن اتقال السنة لو نادوني قال لي تعال يا أخ دارنا تحكم السودان بوافق يا زول أنا ما لم ألواجع الراس كده أنا جاي شغلت أنا فجاعة دال دارين شنو دارين يصلوا للسلطة باللولة ودي المبادرة بتاعتهم قالوا دارين يحلوا مشكلة السودان بالقفر والشرك بالله بدعاء غير الله سمعتوا الكلام دا ولا ما سمعتوا ما سمعتوا المدايح الغوم الكلامكم حلوا السودان مشاكله تحلوا سمعتوا الكلام دا ولا ما سمعتوا وما نادوا يا الأبيض البطحاني ويا الخنجر ويا الخمجاني والغاز والوغود مجاني مش سمعتوا الكلام دا دا في الإسلام كفر بالله دي مشكلتنا نحن مع الصوفية ما قالوا ما للإسلام يا شيخنا الصوفية ربنا تبارك وتعالى قال في القرآن وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا كلام دا واضح ولا ما واضح وربنا تبارك وتعالى قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين أي من المشركين الصوفية بيدعوا غير الله ولا ما بيدعوا غير الله دا حكم في الدين شنو شيرك ربنا عز وجل قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير الكتاب بتاع سراج السالكين مسافة تصل الداخلية روحك تنسلة وانا خايفي لاغوك تزع طويلة بغادي ما عارف الحاصل شنو المهم الكون دا كله في كتابه تبدر قالوا كان ماسكو شيخ اسمه أحمد طيب البشير قالوا تلاتة والله إليك حك تضحك والله صحيح ما الشغل دا جعلها كبيرة قال تلاتة وتلاتين سنة أحمد طيب البشير مالك الكون بالله مالكو تلاتة وتلاتين سنة دي أخوانا ما دي أبوه وارما الأكبر من الشغل دي قالوا في التلاتة وتلاتين سنة دي أحمد طيب البشير سلم ربنا عز وجل الكون قال وما نقص منه جناح بعوضة يا أخوانا ما في بعوضة ساكت قرصت لازول ولما فيها كتلة قالوا ما نقص منه جناح بعوضة دي أخوانا ما دي أخوكم السودان الشفتة ديل بالله عليك الله ديل نافعين قال أحمد طيب البشير مالكو الله الكون تلاتة وتلاتين سنة قال ما نقص منه جناح بعوضة ومن عقائدهم برضو في أحمد طيب البشير قالوا إنه إذ قلب لأربعين نفر الكلام دا قالوا البراعي تقال البراعي دا شغال لك البراعي لبن البراعي دا ما نافع الرقار خليك عارفة الكلام دا وأنا بديك شغل نجيط البراعي قال في مصر تجزى للأربعين أحد قالوا أحمد طيب البشير دا مشى مصر والجماعة كلهم دعوه للفطور قال لما مشى مشى لأي واحد فيهن انقلب قال لي أربعين نفر دي بتخش النافوخ وده زاوتوا البراعي مدحوا قال ليه سلم يا ولد أهدى القلب البت ولد قال أحمد طيب البشير دا قلب بيت ذكر دي يا أخوانا بتبقى يا أخوانا الحاصل شنو فده شغل البراعي وقال تت الفلاتي القلب العود مفهوم مصطفى عاركين ودي ما دايح قاعد في التلفزيون السوداني في غناة الساهور في غناة الكوسر كل الغنوات بتاعت الكيزان دي قال مصطفى عاركين مع ودعالي المكروم وتت الفلاتي القلب العود مفهوم الكرامة التانية اللي هنا في استراج السالكين قال الشيخ المصوبني في واحد هناك قال اسمه دفع الله المصوبني قال بيقولوا عليه وقال مصوبنا الحضرات قال دجر الشمس مع الملائكة أربعين سنة بالله غاشين الناس انتوا الامتين يا صوفية شاق الذي انتهت خلاص فيه كشف تقيل اتوا الزمن داك ما لقيتوا الكيزان وفتحوا لكم المجالات وجابوا لكم اللواري بتاعت العيش واي واحد من المشايخ ابتعينكم قطعوا فيه اوباما بعد ذا قال لي يقع عليك اللي الجماعة دا كلهم يصوتوا للشجرة صح ولا ما صح كلام دا انتهتان يا صوفي تاكلنين بس النازي عرفت حقيقتكم نحن يا اخواننا مشكلتنا مع الصوفية الكبيرة جدا انهم الدين البنش رفاق في بلدنا السودان دا ما دين الرسول مشكلة كبيرة ولا ما كبيرة النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالتوحيد والانبياء اتشجوا بالتوحيد ربنا عز وجل قال وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِي عُبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاوُودِ في واحدة تاني هنا في كتاب سراج السالكين لتوريك إن الناس زيال برضو قليل أدب والله ناس قليل أدب وما عندهم غير ذاته في صفحة مية ستة وخمسين صفحة مية ستة وخمسين قال وسألته المريد سأل الشيخ قال وسألته رضي الله عنه أَيَصِحُ لِلْتِلْمِيذِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى زَوْجَةِ شَيْخِهِ أَهَدَبْ تَعْوَدْ بَدُرَ الْقَالْدَهَ رَيْحِلْ مُشْكِلْتَ السُودَانِ شانيا صار صنة مستهبل لِلَى زَوْجَةِ شَيْخِهِ فَقَالَ نَعَمْ والله لكن دي عدم رجالة ذاتها شفتوا قال شنو قال فقال نعم دايري صليح الشيخ قال إذا رآها كالخشبة والجدار أحرى يكشرو في زول يا أخوان انا بشوف ليه مرة زي الخشبة يا شباب موضوع دا طويل والله صحيح لما صح قال والجدار فإن جلس معها فوق الفراش عيا صوفية سقين يا زول سقين برا أنا ما شايف جبال فينات بيفرفروا إنتا قال الشغلة دي حارة تقال دا الركم بتاع انصار سنة دا بتاع سلفين إنت يا زول ما قرأت سلفين دا شغول النجيط ما بخاف هاي لأنه جايين ينصروا الدين جايين إحنا من بيوتنا هناك ما جايين ننصر لنا حزب ولا ننصر لنا جماعة ولا عندنا علاقة مع حزب ولا جماعة دا رينا ننصر دين الله والله بنصرنا ولا بنخاف حج دامغة ربنا عز وجل قال بل نغذف بالحق على الباطل فيدمغ شامات فرفر ساكن تعال شوف الخشبة دي هنا قال فإن جلس معها فوق الفراش فلا مانع وإلا فلا وإن يا صوفي وإلا فلا تمام دي أخواننا لمحة سريعة عن التصوف ومعين ركوننا دا لو كل فتحناه في موضوع التصوف ما بانتهي نخش لك في جماعة الشفاتة الكيزان طبعاً الكيزان وهم الشعب السوداني شفتا كيف الكيزان وهم الشعب السوداني بإنهم دايرين يطبق الدين صح ولا ما صح؟ تم صح؟ صحيح معاي الكيزان بيقول لك نحن دايرين نطبق الشريعة صح؟ بيقول لك دايرين نطبق الدين الإسلامي صح؟ الليلة أنا بوريك إنه الكيزان داير عبارة عن علمانيين تمام وما عندون علاقة بالشريعة الإسلامية دي وهمة في شكل وردة رفتا؟ وبلهم في الحقيقة بيدعم العلمانية ذاتا دي جريدة جديدة لنج لواحد من فروخ التراب الهالي وده يا أخواننا محامي الكيزان محامي الكيزان اسمه بكر عبد الرازي بيدعرفوه اللي ما بتعرفه دا البدافع عن الكيزان الجوة رفت الحاصل؟ دا معناه كوز غليد جدا كوز في شكل برميل قال الرج عقوبة يهودية الرج عقوبة يهودية وطبعا قاصد بالكلام دا الرجم الزاني المحصن قال الرجم عقوبة يهودية لم يرد في القرآن مطلقا نبدأ بنفوق أول حاجة الرجم دا عقوبة في الإسلام وقال النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بيها الصحابة شام ما تلفوا الدوير والغريب إنه الكوز دا بيقرأ الغرآن شب غلب رأيك شنو الكوز دا لو رجعت للبرنامج بتاعه شقلب الغرآن دا قلبوا قليب شديد الضم يقلب كسرة والفتحة يقريب ما عارف شنو شغال عليه كيف هو الغرآن ما بيعارف يقرأه صاح داري شريع فقال العقوبة دي قال يهودية أول حاجة النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يقال له ماعز رضي الله عنه وقال للنبي عليه الصلاة والسلام زنيت جال النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أنا زنيت ليطهره من هذه الجريمة فالنبي عليه الصلاة والسلام استفصل منه إلى آخر الحديث فلما ثبت الأمر أمر الصحابة أن يرجموه فرجموه أها دي هو دي وقال في القرآن ما موجود عليه لأنه يا أخوانا الكوز ده بينكر السنة الكيزان ده لما رباون الترابي رباون على إنكار السنة النبوية وفي الحقيقة هم بينكروا السنة والقرآن قال الحكم ده في القرآن ما موجود جاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقالت له يا ابن مسعود سمعتك تلعن كيت وكيت لأنه ابن مسعود ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله النامص والمتنمص إلى آخر الحديث فجاءت هذه المرأة إلى ابن مسعود وقالت سمعتك تلعن كيت وكيت ولم أجده في كتاب الله ابن مسعود قال له شنو قال لي أَمَا إِنَّكِ لَوْ كَرَأْتِيهِ لَوْ جَدْتِيهِ قالت له قَرَأْتُ الْقُرْآنِ من أوله إلى آخره ده معنى الكلام قال لي أَلَمْ تَقْرَئِي قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ الآية دي قال لا ما قرأت يا فيأخواننا السنة النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أوتيت القرآن ومثله معه أي السنة والأدلة على ذلك كثيرة لكن الجماعة ديل بينكر السنة والعلم شيخنا الكبير الترابي أول حاجة أنكر عذاب القبر وأنكر يجوج ماجوج وأنكر أشياء كثيرة جدا فالخلاصة الكيزان ديل ما عندهم علاقة بالشريعة الإسلامية ومؤسس الجماعة إنتوا أستعرفتوا حقيقة الصوفية دا مذكرات الدعوة والداعية لمنوء لحسن البنة مؤسس الكوزنة من اللول دا حسن البنة حسن البنة دول كتاب دا طلع صوفي حصافي إنت قال الكيزان ديل دعم التصوف ساي دي ما عقيدة الزول دا قال شيخنا الكبير حسن البنة قال مشيت حضرت مع الطريقة الحصافية الزكر وأسنع على الطريقة الحصافية كلام في صفحة كاملة ونحن ماذا يرين نضيع معاول الزمن فالجماعة ديل دعم التصوف لأنه يا أخواننا الكيزان عقيدة عقيدة بتاع التصوف إشان كده بنوا القبب القبب دي البنة منه والكتاب دا بتاع سراج السالكين دا القال إذا رأيتها كالخشبة دا دا ما طبعوه الزكر والزاكرين دا ما عمل الكيزان بل الكتب بتاعت الصوفية زي رياضة الجنة ونور الدجنة بتاع البرع وغيره دي بيطبعوها كانوا الكيزان في مطابع العملة السودانية الشغل دا خطير ولا ما خطير فالكيزان دا الصوفية ما عينهم علاقة بالشغلة دي أخيرا أنصار السن ننتهي من الشغلة دي ونقدم شيخنا عبدالحليم أبشوك إشاني صنفره لك تمام بعد ذات نفتح الفرص للجماعة شنو المعترضين ولي الطلبة المحترمين الدائرين استفسروا ما نحن عندنا تليل عندنا زول جاي استفسر استفصل اسأل استفيد دا حباب عشرة نشيله فوق راسنا وأي زول شفت وعامل فيها نفسه دا رعادي الحق دا بنجموا لك تمام فجماعة انصار السن اليومين دا شغالين مع التحالف بتاع الصوفية وبتاع الكيزان دا رينا يركبوا السلطة انتو متابعين ولا ما متابعين ما شايفين الشغل دا كيف طيب يا اخوان جماعة انصار السن المحمدية باختصار شديد لو سألوك قالوا لك عرف لنا جماعة انصار السن المحمدية تقول هي جماعة اخوانية تسترت بلباس الدعوة السلفية والحمد لله ربنا فضح دا تعريف جامع شامل مانع عن حقيقة انصار السن هي جماعة اخوانية تسترت بلباس السلفية كذا دا ما شفتين لما شافوا الدعوة السلفية دي ما اشع ودعوة الحق قالوا نحنا لابد نستخدم الاسم دا ونلعبه لكن الله كشفكم علمنا فجماعة دا اصلا لما بدوا انصار السن بدوا شغالين توحيد صح ولا ما صح ناس دا نحنا منديك الحاصل نحنا كلنا قمنا من وين التقايد نحنا قمنا وسرنا كانوا انصار سن والحمد لله عرفوا الحق خلوم ما في اي لعب يا اخوي فجماعة دا بدوا بالتوحيد والناس دي شاهدت الحاصل عكاكيز مدورة والدعوة شغالة وردم في الكباشي وفي المكاشي وفي البراي طوالي الاخوان المسلمين زرعوا فيهم الجماعة الشفات الكبر زي اسماعيل عثمان الماحي رئيس جماعة انصار السنة المحمدية ومن قبله الهدية هدية دا كوز اتقالي شنو كوز عديل لا اضنينه زي ما قال ليك اخونا دا دا المتابعين عارفين الحاصل فبيقوا بيعملوا شنو بيقوا بتنازلوا عن المبادئ الاولى واول شيء تنازلوا عنه الدعوة الى التوحيد ميعوا القضية قوالي جاليت الهدية في التلفزيون قال انا بحب البراي دا فينش ولا ما فينش دا والله فينش ما يجيو انصينا ما يعملو ازول دا فنش مرة واحدة قال انا بحب البراي اسي عليك الله ساله في صغير كان جيتو جرتو من اضانو قلت ليه يا ازول البراي كيف بيتحبو بيقلك شنو اعوذ بالله يقول والله انحنا الحمدلله شفعنا في البيت اكان قالو صوفية ساي يقول لك الصوفية كعابين الالول شغل نجيب ما فيل اولا يا ازول ربنا تبارك وتعالى قال قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين مع اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء الى اخر الايات كلام ده واضح ولا ما واضح الهدية جابوا في التلفزيون دي طلعت جديدة نازلوا الله يا ربنا فضحهم قال نحن وصينا الدعاة بتاعننا انهم ما يتعرضوا ليشنو لعقايد الاخرين دا كده هدم الدعوة من فوق لديهن صح ولا ما صح ربنا تبارك وتعالى قال في سورة الانعام شوف التعرض دا كيف قال وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَةِ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَا إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اهلا الهدية يا جماعة انصار السنة في تعرض اكثر من دا قال إني أراك وقومك في ضلالٍ مُّبين وغير من الآيات ونحن ربنا أمرنا إننا نتبع منه ملة إبراهيم ربنا عز وجل قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين ربنا عز وجل قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين فالخلاصة يا أخواننا الجماعة ديال القضية باعوا أريقوا السفينة بتاعة الأخوان المسلمين أماشين إغرقوا والحمد لله رب العالمين والشغلانة ما شتتكشف وأنا أكون يعني وصلت لآخر كلامي وأقدم أخونا الفاضل الشيخ عبد الحليم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم